خشي بقى على اخبار النادل اهلي ونبتديها بتصريح لذيذ للموس واحد من المتابعين لمسيماني على تويتر قال له ايه رأيك في تدريب منشستر يونايتد طبعا انت عرفين سول شايرة طبعا عمال يعني الدنيا مش ماشية معا كويس خالص في من يونايتد وبالتالي يعني الكلام ماشي ان هيبقى فيه تغيير ورا ورا الى اخر اوكي اوكي فواحد من المتابعين بيسأل المسيماني بيقول له ايه رأيك فرجل رد عليه رد قال له الله في التوقيت الحالي الموضوع هيبقى صعب انما ممكن جدا في المستقبل احفادنا اولادنا او احفادنا هيبقى ليهم الفرصة دية والشرف دوات ان هم يتولوا القادة الفنية لفرق في اوروبا او بالتحديد في الدوري الانجليزي وسامحش حاج يقول يا كابتن ضربة الجزاء ايه رأيك فيها انا قلت لحضراتكم في بداية الحلقة ضربة الجزاء حواليها جدل كبير رأيي انا شخصي فيها لو انا بحكم هذا اللقاء مش هحسب تاني تاني ضربة جزاء الزمالك النهاردة عليها جدل كبير ما هيش يعني واضحة وصريحة ما فيهش ولا تلت التلاتة كامل لا عليها كلام فيها جدل يعني فيه ناس هتنقسم عليها فيه ناس هتقول لا ضربة جزاء وفيه ناس هتقول لا مش ضربة جزاء اوكي انا بقى كتمر الحميد لو بحكم المطش ده انا مش هحسبها بس ده رأي الفني تمام تمام فراجل قال يعني ممكن الاحفاد وبتاعهم مش هحسب ايه والكلام ده كله هم اللي ايه هم اللي يعني مرانوا في اوروبا وكويس ان الكابتل محمود الخطيب ابتدى يدي الفرصة للمداربين الافارقة ان هم يتولوا القيادة الفنية لأحد الصراح الصراح صراح الكبير وفي منطقة الشرق الاصل وطبعا النادي الايه نادي الاهلي خالد عبدالقادر ابن من ابناء النادي الاهلي المحترمين المخلصين اللي بيدرب نموذج وبيضرب مثل ازاي تبقى بني ادم محترم خالد عبدالقادر فخالد عبدالقادر بعتذر لحضراتك ان انا نقلت على طول شبكة التانية انما زي ما انا بقول لحضراتكم خالد عبدالقادر بيدي الفرصة ورجل كان واشرح نفسه في عضوية مجلس اضاية النادي الاهلي واضح جدا انه كان نازل في قيمة الكابتل محمود الخطيب انتو عارفين طبعا ان عدد المطلوبين في القيمة سبعة فلما لأ العدد اصبح تمانية قال لأ يعني كده هيبقى فيه يعني صراع وتناحر والى الى اخر لا انا فضل ان انا طالما العدد زيادة القيمة لا انا هنسحب ودعا قيمة الكابتل محمود الخطيب من الخارج يعني لما يعني حاجة حاجة محترمة وفاة يرض عليه الكابتل محمود الخطيب يقول له لأ خليك ما طبعا نسق معاه قبل ما ياخد الخطوة دي الراجل قال له لأ خليك وكمل وشرف كبير قوي لينا ان انت تبقى موجود وشرف كبير قوي لينا ان انت تبقى موجود في القيمة الفترة اللي فاتت يعني الحقيقة الراجل يعني خالد عبدالقادر اصر على موقفه قال لأ انا داعم لك وداعم للقيمة وداعم لزميلي ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة اعتقد ان يعني يعني الاية دي تنطبق على المثل دوت لو انا يعني اصبت في اختيار الاية المناسبة لهذا الايه المثل فما كان من الكابتل محمود الخطيب الحقيقي الا انه قال خلاص اوكيه انما لازم يبقى ليه جدور الفترة اللي جاية مع مجلس الاضحة اه وداية يمكن اه وانا بتكلم يعني في المشاكل خليكوا بس فكريني الموقف ده وقت عشان بكرا ان شاء الله لما هاجي اه اه اتكلم في المشاكل الادارية اللي حصلنا هستشهد به هستشهد بموقف محمود طهر من الاهلي قبل كده برضو كان له موقف اه كان حد رفع عليه برضو حل المجلس ويه الوزير عين نفس المجلس تاني كان مرة واحدة فيه تاريخ النادي الاه المهم اه امير توفيق امير توفيق امير توفيق بيطلق تصريح ناعي ان النادي الاهلي اقوى سكواد في افريقيا فالنادي الاهلي يمتلك في كل مركز اتنين لعيبة على درجة كفاءة واحدة وهذا الإنجاز يحسب لمجلس إدارة النادي الأهلي ويحسب لجنة التخطيط في النادي الأهلي ملك التعاقدات طبعا ملك التعاقدات من ضمن التصريحات بتاعته التانية قال ما فيش أي مشاكل مع موسيماني المدارب مستمري لنهاية عقده الموسم دوة 21-22 ولا منصل إلى اتفاق بشأن التجديد ولا احنا ولا موسيماني من الصفقات الصعبة اللي عملها أمير توفيق أصعب صفقة كانت أفشا بيرسيتاو ديانج الشحات وقال لك أسهل صفقتين كان بدأ بنون وكهربا تخيل برضو تصريح دوت من التصريحات يعني اللي بيقذف بيها جبهات كرسيتاو أحمد عبدالقادر انتظروهم بكرة يزينوا تشكيل النادي الأهلي أمام النادي الإسماعيلي وفي عدد من الغيابات تمام هنقول لحضراتكم عليها الإصابة الشناوي ووليد سليمان وصلاح محسن وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر والأسباب فنية محمد محمود ورامر ربيع ومحمود وحيد وكوكا تحسن كبير جدا في حالة محمود متولي وتحسن أكبر في حالة الشناوي قائمة النادي الأهلي لمباراة الإسماعيلي بكرة طبع علي لطفي ومصطفى شبير وحمز علاء وياسر برهير ومحمود كهربا وحمدي فتح يحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف بدر بنون والشحات وقاليو ديانج والسليا وقفشا ومعلول بيرسي توا أكرم توفيق ولويس ميكي سيوني ومحمد هاني وأحمد عبدالقادر وعمار حمدي